السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كاريم جمال الدين في برنامجكم الرياضي أخبار كاريم واللي نتكلم فيه في هذا الفيديو على أن كهرباء هدف دوري أبطال إفريقيا لمسم 2022-2023 وده مناصفة مع مهاجم ساند داونز الجنوب إفريقي فخليكم معنا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا إزاي كهرباء كان هدف دوري أبطال إفريقيا لمسم 2022-2023 فحصد محمود عبد المرام كهرباء جائزة هدف دوري أبطال إفريقيا لمسم 2022-2023 مناصفة مع بيتر تشايولويلي مهاجم ساند داونز الجنوب إفريقي وسجل محمود كهرباء ستة أهداف في النسخة الحالية من بطول الدوري أبطال إفريقيا بعدما حصم اللقب ضد الوداد المغربي من الدار البيضاء ويحتسب لقب الهداف في دوري أبطال إفريقيا بدءا من دور المجموعات في المسابقة وجاءت أهداف كهرباء في البطولة كالآتي آتي ثلاث أهداف ضد فريق القطني الكاميروني في دور المجموعات وهدف في الهلال السوداني في دور المجموعات وهدف في الترجي التونسي في دور نصف النهائي وهدف ضد الوداد المغربي في زهاب النهائي ورفع كهرباء رصيده من الألقاب القرية مع النادي الأهلي إلى ثلاث ألقاب في دوري أبطال إفريقيا وهي نسخ 20-20-20-21-20-23 عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على أن كهرباء هداف دوري أبطال إفريقيا لمسم 20-20-22-23 ففي النهاية لا أحد ينكر أن اللاعب الكبير قهرباء مفتاح من مفاتيح لعب النادي الأهلي في الفترة الحالية ورجع قهرباء بعد فترة من الجوع القروي بسبب أنه كان موقوف بسبب تركه لنادي الزمالك وزهابوا إلى النادي الأهلي بدون إذن من نادي الزمالك بعد ما وقع على عقود لنادي الزمالك وبسببها تم إيقاف اللاعب لفترة من الفترات ورجع محمود كهرباء ورجع قصابق عهده وأقوى كمان من الأول وأخلاقه مختلفة تماما عن الأخلاق اللي كان دايما بيعملها في المباريات وكان دايما بيعملها في الملعب فلا أحد ينسى محمود كهرباء الذي سجل في مرمى المغرب في مباراة ساعدة مصر أن تتأهل في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز بنتيجة 1-0 بهدف محمود كهرباء والتأهل إلى الدور نصف النهائي لللعب أمام منتخب بوركينا فاسو اللي كسبناهم برقلات الترجيح في هذا اللقاء وتأهلنا في هذه البطولة إلى اللقاء النهائي ولعبنا مع منتخب الكاميرون واخسرنا وقتها بنتيجة 2-1 في بطولة قدرنا أن نصل فيها إلى النهائيات ولكن لم نستطيع أن ننفوذ بالبطولة في النهاية وكان هدف محمود كهرباء من أغلى الأهداف وكان سبب رئيسي في وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية في هذه المباراة لا أحد ينكر أن محمود كهرباء هدفه في مرمى الزمالك في بطولة الدوري العامل مصري عمل فارق كبير وأهدافه في مرمى سموحة في كأس مصر بعد ما رجع من فترة غياب وصلت إلى 6 شهور كان لها سبب كبير محمود كهرباء من أهم لعبي النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في هذا الموسم هو واللاعب الخطير بيرسي تاو كان صنائي أكتر من رائع في هذه البطولة محمود كهرباء من أهم لعبي النادي الأهلي في الفترة الحالية فنتمنى له التوفيق إن شاء الله في الفترة الحالية حتى يعود تاني إلى سابق عهده مع منتخب مصر والنادي الأهلي طبعا كلنا نعرف بداية كهرباء كانت في نادي أمبي ولعب في نادي الزمالك ولعب في نادي التحاق الجدى السعودي وأيضا لعب في نادي الأهلي وهو الآن لعب في النادي الأهلي ومن أهم لعبي النادي الأهلي في الفترة الحالية طبعا كلنا عارفين إن كهرباء كان سبب رئيسي في انسحاب نادي الزمالك من بطولة الصبر المصري في هذا الموسم بعد أن تم لعب كهرباء في المباراة بالرغم من أنه كان موقوف لفترة طويلة ولكن تم إيقاف الوقف ولعب كهرباء المباراة مما أدى إلى أن نادي الزمالك هدد أن في حالة لعب كهرباء المباراة مش هيلعب مباراة الصبر وده اللي حصل فعلا ويذهب بدلا من نادي الزمالك نادي بيرامدز واللي نجح في النهاية إن ياخد البطولة فريق النادي الأهلي من فريق بيرامدز بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 0-0 ذهاب إلى الأوقات الإضافية وينجح نجم النادي الأهلي الكبير علي معلول ملك الحلول في تسجيل راكل الجزاء تجعل النادي الأهلي يفوز ببطولة الصبر المصري أمام فريق بيرامدز بعد ما كان نادي بيرامدز لسه من قبلها بفترات قليلة بيلعب مع النادي الأهلي في مباراة كأس مصر في نهاية كأس مصر واللي نجح فيها إن النادي الأهلي يتعادل مع نادي بيرامدز فيه هذا اللقاء ويذهب اللقاء إلى الأوقات الإضافية وينجح حمدي فتحي في تسجيل الهدف الثاني ويتوج النادي الأهلي بطلا لكأس مصر للموسم الماضي فبطولات الأهلي مستمرة بفضل لعبه محمود كهرباء اللاعب اللي متقلق فيه الفترة الأخيرة وسبب رئيسي في تسجيل العديد من الأهداف هو وسنائي بيرسي تاو الرائعة فهم الاتنين هجوم النادي الأهلي الخطير بالرغم إن محمود كهرباء أصله مش مهاجم ولكنه في الفترة الأخيرة النادي الأهلي بيستخدمه كمهاجم صريح بالرغم من وجود النجم الكبير المخيف محمد شريف وأيضا وجود شهاد حسين اللي ملعبش مباريات عادية في هذه البطولة ولكن في النهاية كهرباء بيثبت للجميع أنه لاعب قدير ولاعب متميز وفايدة جبيرة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي